بالتأكيد احنا عايزين نشوف الأولمبياد في مصر يعني بكرة قبل بعد بكرة لكن بالتأكيد بالتأكيد ما حدش فينا عاوز يشوف المنظر اللي كلنا شفناه على السوشيل ميديا الأخ اللي كان بيسوق العربية بتاعته وعمال بيعمل لا هي مش ألعاب بها لوانية هو بيعمل مصيبة مصيبة الفيديو ده فيديو كارسي خد بالك ده فيديو كارسي انعكس يعكس كذا حاجة يعني منها طبعا إزاي المخدرات ممكن تضيع بني أدم إلى هذا الحد تضيعه لدرجة أنه يشكل خطر حقيقي على كل اللي حواليه في لحظات وهنا برضو تاخد بالك أنه حتى لما جات العربية التريلا خبطته هو في حتة تانية هو قاعد في الكون الموازي هو قاعد في اللالة لسه قاعد شايف مشاهد أخرى وبيسمع الظهر مزيكة معينة في زهنق بص 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 يعني سيبك بقى من حركة العربية يمين وشمال يعني السبعات والثمانيات القاعد عمال بياخدها دي يعني بياخد غرز مع نفسه ده واحد ووتر طبعا الطريق كله وفتح الباب وسند الباب برجله وعمل عملة سودة طبعا كل ده تاني هنا بس تشوف يعني إيه مخدرات بتضيع بني آدم وتتسبب في أنه يبقى ممكن بني آدمين كتير حواليه ممكن يضيعه بسبب عملته دي مأساة في حد ذاتها المأساة التانية هي هذا الشخص يعني أنا هنا بقعد أفكر إيه اللي يخلي بني آدم وحتى كنت بتكلم مع زملائي الأعزاء إيه اللي يخلي بني آدم يوصل نفسه للحد ده يعني إنت عايز إيه من وراء المواد المخدرة اللي إنت بتطعطها عايز توصل للإيه يعني أنت شايف أنه أنت لما بتاخد مخدرات بتتحول إليه لأنك شخص سعيد ولا مغيب طيب هو اللي أنت بتوصله أو هل بتستشعر شيء بعد ما بتفوق بعد ما تأثير المخدر بيخلص من جسمك وجسمك يتخلص ولو بشيء ما من هذه التأثيرات المباشرة يعني الدماغ اللي أنت عملتها زي ما بيقوله أنت بتبقى شايف نفسك إزاي وهل بترجع تحاسب نفسك وتلومها ولا لا ده مهم جدا الجيد في الموضوع أنه الداخلية تمكنت من هذا الشخص قدرت أنها تمسكه تثبطه الجيد في الموضوع أن أنا عارف متأكد أنه الداخلية شغالة بجهود شديدة مضنية للسيطرة على مسألة تجارة المخدرات وتهربها وما إلى ذلك هذا الشخص في ظاهره رجل تسبب في أزمات بل قد يؤدي إلى كوارث مرورية الداخلية لما قبضت عليه وحللوله لقوا أنه هو متناول مواد كحولية ولقوا في عربيته أدوات تعطي مخدرات وعقار طبي مجهول يعني عارف أنت بيروحوا للصيدليات يعرف يحصل منها على دواء ما يقولك ضارب كامية ضارب كامية وأدوات تعطي مخدرات أخرى وشارب كحوليات وسايق العربية بهذا الشكل وياريته سايق وقافل للباب قال وفتح برينس قوي قال فتح الباب وسند رجله على الباب كده إيه ده إيه ده تيجي تقول لي بتاع لا ده هو ده لازم يتم اتخاذ معاه عقوبة مشددة إلى أبعد الحدود بعد الأبضى عليه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والنيابة بتحقق ويتعمله بدل التحليل مليون كمان يعني مش دي المسألة هي المسألة اللي أنا باعد أفكر فيها والله العظيم وباعد أقول يا رب أستر على عيالنا هو وبعد آه ده حاجة تانية أنا كنت متصور أنه عيل زغير ده طلع رجل كبير ناضج يعني بيعمل في نفسه كده ليه ولو عيل زغير بيعمل كده ليه شوف الدولة أو الداخلية أو الدولة ممثلة في وزارة الداخلية وإدارات المكافحة والأجهزة المعنية بذلك تقوم بدورها بس لا تنسى ولا تغفل أنه في حاجة اسمها دور المجتمع ودور الأسرة ودور المدرسة ودور العيلة حتى مش بس الأسرة الصغيرة ليه أب وأم وما إلى ذلك العيلة نفسها لازم لازم العيلة والأسرة والمجتمع ككل يشتغل ده دور مجتمع مش دور دولة بس دي مهمة مجتمع بالأساس مش دولة بس وأجهزتها ووزارتها إنه لازم تقدر تشوف أنت بتربي عيالك إزاي وتقدر تشوف لحد ما يوصل أنه راجل كبير في السنة ده ويعمل كده مواثق له ده كان مشواره طويل أنا مش عاوز أقفز على نتائج وتدخل فيه ماضي ونشأته ما عرفهاش أنا بتكلم بشكل عام